في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعمة جديدة لها مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة على مدار سلاسة أيام استضاف قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956 ويستعرض نمازج للفدائيين والتي قرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة الجديد وشمس جديدة وراية رف رف جوة لحبنا وفيد النصر النهاردة مبسوطة ان انا جيت في مدحف بورسعيد وشفت نمازج عن الفدائيين اللي حربوا في العدوة في 1956 بشكر مقدر الجيل الجديد انها جابتنا مدحف بورسعيد شفنا النمازج المشرفة دي وطوارهم وقرينا عنهم انا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو افكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد انا انضمت المبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم راحوا اماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة اوي قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه الى ثلاثينيات القرن الماضي موسيقى واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة احدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة موسيقى فرحانا قوي ان انا اول مرة اشوف حاجة يعني جديدة في حياتي موسيقى ان انا مشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي روحنا حاجات كتيرة جدا حلوة بلدنا وشوفنا هاش قبل كده ونشكر مبادرة كلنا واحد وباشكر السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي موسيقى وادراكا لاهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائل الكهربائية للسيارات موسيقى 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 أنا فخورة جدا بالمصنع دوات وأول مرة أشوفه وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تانية ثالث مرة ليه عاجل مبادرة والنهاردة شفت أن فيه في مصر أكبر مصنع للدفاير الكهربائية للسيارات وبصدر لجميع دول العالم موسيقى وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبح احتياجات السوق المحلي موسيقى 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 بتقول دايماً تحيا مصر إن فضرة عظيمة إن إحنا نعتني بشغير صغير ده ندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو وإن مصر في عقد السيرت الرئيس ابتدى يتبقى فيه مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه هذه حاجة شرفتها طبعاً أنا مبسوك جداً إن وزارة الداخلية خليتنا زور مدينة بورتعيد وزور أكبر مصنع كوتش في مدينة بورتعيد ولما روها هحكي لأصحابي وقرأي به على اللي شفته النهار دي المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كوتشات ومباشكر صارت رأس وزارة الداخلية على مكان الجميل وحرست وزارة الداخلية على استحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورتعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية وتم تنظيم احتفالية لومونيك اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطلابات المناطق الحضارية الجديدة شكرا خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورس عيد شركة مرسك على الاستقبالة العظيمة التي استقبلها لنا النهاردة والأماكن التي ورها لنا وبجد أنا فرحان وفخور جدا أن احنا عندنا شركة زيديا وميناء زيدوان داخل مصر نحن مزعد جدا أن نعمل مع القدران الأيجتمية على الوصول لنا نرى المقدار عندما نعرى الوصول لتفكرة المدينة في المنطقة التفريعة عندما نطلب القدرات المستقبلة أن تحديد الممكن للنجاح التصلاف منتخير نظر على المساعدة الم Sequence والكراسبية لنا نتعرف علاقاتهم مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كثيرة أو حلوة فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي بالحجم ده ومبسوط جداً إنه موجود في المكان ده بصراحة كانت جميلة جداً وأنا كنت بصراحة ما كنتش أعرف إن في بورس عيد مكان زي ده بصراحة على هامش الملطقة تم تنظيم ندوات تثقافية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملطقة بعد النجاحات التي حققتها الملطقيات السابقة أنا عايزة أرحب بكل زمائل الجدد اللي نضموا لنا في المبادرة حديثة أنا مبسوطة جداً بزمائلنا اللي نضموا معنا المبادرة الجديدة وبتمنى إنهما يستفيدوا كل اللي إحنا استفدنا من المبادرة وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعرفهم بالإنجازات الوطنية أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري الخير وأنا إزاي حافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وإزاي خلي مستقبلي أفضل كل المباني الحلوة اللي إحنا شفناها وكل المشروعات النجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغل فيها زي ما إحنا عندنا مستشفى نجحة بقى عندنا شرق تفريع نجح وزي ما إحنا عندنا مدرسة نجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح كل المرتبط ما بين ده هو بناء آدم ناجح عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى قوية ونجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله عايزة أعرف إزاي يكون مفيدة البلدية أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم يبقى تعملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول وبعد كده أبدأ أغير كل حوالي يبقى أنا بطور من ناسي بطور من مهاراتي وبتعلم كل جديد وبعد كده ببدأ أوصله لأخرين عن طريق أن أنا كن إيه؟ فدوة بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للإستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء الجنيا فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن فيه تطبيق فعلي استأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة التانية وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراق يحفظ على البلد تضمن الملتقع تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية أجيل طلعاً في مصر جديد بتقول دايماً طحياً مصر لما تشوف أبطر حافي يا حموياً بنا اليوم دي أنا مبسوط بمجدر الجيل جديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة اللي إحنا نتفوق وتأكيداً على نجاح مبادرة الجيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط وهو من عكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيامهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقع اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل طرفهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة مجد مبسوط باختام الملتقى الرابع ومجد فرحانين كلنا نحن نجينا برسعيد ونتعرف على الحاجات الجديدة في بلدنا أنا أول مرز للأماكن دي وفغرة جداً بالأماكن دي باشك الصراطة مرز على كل المبادرة اللي عم نهاننا ويارب بتكون على طول المتميزون فقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقايات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعرفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرس الحضاري الذي تزخر به وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة عبدالبركات التلفزيون المصري